إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس ولا تنسوا دعم المقطع بلايك شكرا لكم جزيل الشكر بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالأسماء عشرة لعبين يطلبون الرحيل عن الأهلي في يناير قدم محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال الكرام وأعمال مدير الكرة بالنادي الأهلي تقريرا فنيا إلى اللجنة كشف فيه أن أكثر من لاعب طلبوا الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وذلك من أجل الحصول على فرستهم بعد جلوسهم على دكة البدلاء منذ بداية الموسم وخروجهم من حسابات الجهاز الفني وجاء التقرير في ظل توصية المدير الفني بضرورة عرض الأمر على المسؤولين في لجنة الكرة لوضع خطة للحفاظ على قوائم الفريق مع أخذ رغبته في ضم بعض اللاعبين الجدد في الاعتبار وكشفت مصادر بالإدارة أن تقرير يوسف تضمن عشرة لاعبين بالفريق وهم كما تعقد لجنة الكرة بالنياد الأهلي برئاسة محمود الخطيب صباح الأربعة 26-09-2018 اجتماعا لمناقشة عدد من الطلبات الفنية التي حددها الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للنياد الأهلي وذلك قبل مواجهة وفاق السطيف الجزائري السلساء المقبل في زهاب دور نصف النهائي من بطولة دور أبطال إفريقيا وتناقش اللجنة بعض الملفات التي تحتاج لقرارات حاسمة وسريعة على رأسها مسألة التجديد لللاعب مؤمن زكريا وذلك بعد اقتراب المهل المحددة له على الانتهاء دون إبداء أي مرونة من جانبه وتمسكه بكل الشروط المادية التي حددها من قبل وتحسم اللجنة أيضا أزم الصالح جمعة بعد فسخ تعقوده مع الفيصل السعودي وتبحث حاليا عن آلية قانونية لمنع مسؤول الزمالك من استغلال المشكلة والضغط على اللاعب للتوقيع للنادي الأبيض ويسعى مسؤول القلع الحمراء حاليا لتسويق اللاعب خارجيا أو إعارته لأي نادي محلي حتى نهاية الموسم الجاري ما يسمح بتأجيل بيعه أو الالتزام باستكمال عقده الذي ينتهي في 2021 شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة